اهلا بكم عزائنا المتابعين الى حلقة جديدة من منتديات وهذه الحلقة من مبنى مصلحة الهجرة ميغراخون فيركت وسط العاصمة السويدية ستوكهولم سنلتقي بعد قليل مع مسؤول قسم الصحافة بير ايك لنطرح عليه بعض الاسئلة التي نتمنى ان تكون مفيدة لقسم كبير منكم ابقوا معنا شكرا على وقتك بير ايك النطق الصحفي باسم مصلحة الهجرة السويد حصلت على حكومة جديدة وهذه الحكومة مرتبطة باتفاق بين اربعة احزاب كيف يؤثر ذلك على سياسة الهجرة؟ هل من تغييرات كبيرة؟ لا يمكن ان نتوقع كثيرا لان هناك العديد من الاقتراحات المختلفة ضمن الاتفاق الذي نطلق عليه اسم اتفاق يناير الشيء الذي سيحدث الان هو انه سوف يكون هناك تحضيرات لتطبيق منود الاتفاق وعلى مصلحة الهجرة اتباع نتائج التحضيرات ولكن قبل معرفة كيف الامور سوف تتأثر علينا الاطلاع على الاقتراح من الناحية القانونية والاطلاع كيف سيؤثر ذلك علينا ومن ثم يصبح لدينا الاستنتاج والتحليل اسهل على كل احوال يمكننا رؤية وتوقع بعض الاشياء مثل على سبيل المثال تمديد القانون المؤقت الذي اقترح القيام به في اتفاق يناير والذي سوف يؤثر على عدد طالبي اللجوء القادمين الى السويد والذي نعتقد بانه سيكون اقل قليلا او اكثر استقرارا وماذا عن لم شمل الاسر؟ وسائل الاعلام تناقلت بان الوضع سيكون افضل واسهل بالنسبة للكثيرين على ضوء هذا الاتفاق بين الاحزاب الاربعة نعم تماما لان الاتفاق الربعي يريد جعل لم شمل الاسر او ما نسميه ربط الاسر ممكنا او سهلا لأولئك الذين حصلوا على حق الحماية ولذلك نتوقع قدوم العديد من الاسر التي تنتظر لما شملها ولكن ما هو القصد تماما من القول تسهيل عملية لم الشمل؟ هل تقصد بانه سيكون هناك شروط اقل مثلا؟ لا لم اقصد الشروط بحد ذاتها وانما امكانية طلب الحصول على الربط الاسري اعني ان الاشخاص الذين حصلوا على حق الحماية سيكون لدى افراد عائلتهم امكانية طلب الحصول على لم الشمل والاقامة في السويد السؤال التالي يتعلق بالجنسية السويدية وعن اللغة السويدية التي ستكون احدى شروط الحصول على هذه الجنسية هل حصلتم على اي معلومات جديدة بهذا الصدد؟ وما دور مصلحة الاجراء في هذا الشرط؟ ليس لدينا اي معلومات بخصوص ذلك حتى الان وليس لدينا اي دور حاليا في هذه المسألة فهذا المطلب هو اقتراح من قبل اتفاق يناير ونحن لا نعمل على اي شيء حاليا حسنا الى حد الان ليس لديك اي معلومات بخصوص هذه المسألة بخصوص الاشخاص المحكوم عليهم بالتسفير من السويد او اولئك الذين عاشوا فترة طويلة في البلاد ولم يحصلوا الى الان على الاقامة هل تفكرون بالقيام بأي شيء من اجلهم؟ لانه تم تسفير العديد من الاشخاص على الرغم من معرفتكم ومعرفة الشرطة بعدم وجود دولة تقبل بهم وتستقبلهم يمكننا القول ان الشخص الذي ليس لديه تصريح اقامة في السويد لأسباب مختلفة مثلا انه شخص لم يحقق شروط الحصول على اللجوء او ان هناك سبب اخر يمنعه من البقاء في هذه الحالة نحن نعمل على تشجيعه للعودة اعني اذا الشخص قيل له انه لا يستطيع البقاء في البلد ويتوجب عليه العودة الى بلده الذي عاش فيه من قبل فاننا نقوم بمساعدته قدر الامكان لكي يعود وفي حال رفض الشخص الرجوع الى بلده فاننا نقوم بتحويل قضيته الى الشرطة والشرطة تولى في هذا الحال امره وفي حال لم يكن للشخص اي مكان لرجوع اليه كما ذكرت في سؤالك فهناك شيء يسمى بعائق التنفيذ والذي يعني بان هناك عواقب مثل على سبيل المثال ليس هناك بلد بامكانها استقبال الشخص وفي هذه الحالة يتمكن الشخص من الحصول على حق الاقامة لسنة واحدة رغم حصوله مسبقا على قرار الطرب هل تقصد بانكم سوف تبدأون بتطبيق مثل هذا القرار ام ان هذا القرار معمول به حاليا هذا القرار معمول به حاليا وهذا يعني انه يجب ان يكون هناك بلد يستطيع الشخص الرجوع اليه عندما يتم تسفيرهم وارد التأكيد على اننا ندرس الحالة بشكل فردي بناء على اسباب اللجوء ولماذا يريد الفرد البقاء هنا ومن ثم نقوم بالتحقيقات والتقييمات لحالة البلد التي عاش فيها الشخص وكيف أيضا هي حالة البلدهي الاصلي يوجد هناك أشخاص عاشو في السويد أكثر من الخمس أو ست سنوات ولم يحصلوا حتى الآن على الإقامة هل تفكرون بعمل استثناء أو قانون مخصص لهم لا ما نقوم به هو التحقيق بأسباب اللجوء ولماذا يريد الشخص البقاء في البلد فإذا قيامت الأسباب بأنها غير مقنعة فيتوجب على الشخص العودة إلى بلده وإذا وافق الشخص على العودة فإننا نقوم بمساعدته عن طريق دفع تكاليف العودة إلى هناك أو نساعده بأسليب أخرى وإذا لم يوافق الشخص على القرار ورفض العودة فنقوم حينها بتحويل ملفه إلى الشرطة التي تقوم هي بتنفيذ تسفيره من البلاد نحن نقوم بتنفيذ القوانين بدون أي تستنائد هؤلاء الذين يملكون إقامات مؤقتة لمدة سنتين أو ثلاثة خاصة السوريين هل سيتمكنون من الحصول على إقامة دائمة أم أنهم سيحصلون مرة أخرى على إقامات مؤقتة وفقا للقانون المؤقت الذي تتم مناقشة تمليده فهذا يتضمن أيضا منح إقامات مؤقتة وهذا يعني أنه عند نفاذ وقت الإقامة ولا يزال يمكن للمرأة العودة إلى وطنه أو هناك لا يزال أسباب مقنعة للجوء فيتوجب على الشخص تجديد إقامته وهل سيحصل الشخص حينها على إقامة دائمة لا مؤقتة أيضا مؤقتة لعدة مرات ممكن أن تكون لعدة مرات لا أستطيع الجواب تحديدا كيف سيكون وضع وما هي المدة لأنه من الصعب معرفة كيف الحال الذي سيكون في بلد ما مثل سوريا بعد عدة سنوات ولكن الأشخاص الذين استطاعوا ترسيق أنفسهم هنا لديهم فرصة الحصول على إقامة دائمة أليس كذلك؟ بالضبط فعندما نتكلم عن الترسيق هذا يعني بأن الشخص لديه عمل أو مؤسس هنا ففي هذه الحالة يمكن للشخص طلب الحصول على أنواع مختلفة من الإقامة لدينا أيضا وعلى سبيل المثال إقامة العمل وما هي مدة أو شكل هذه الأنواع المختلفة من الإقامة فإنه من المبكر الحديث عن ذلك ولكن ذلك الأمر يرتبط على تقييمات الفردية لذا من الصعب التعميم ماذا عن اتفاقية دبلن؟ هل يوجد هناك أي تغييرات؟ لا لا يوجد تغييرات محددة ما يتم تدوله حاليا هو ما يحدث على المستوى الأوروبي وكيفية إشراق دول الاتحاد بعمليات تنسيق فيما بينها وحل الأمور معا وهناك يجري العمل على عدة نقاط بهدف حلها وحتى الآن لم تتحقق أي نتيجة على المستوى الأوروبي ولكننا مستمرون ونقوم بالعمل على ذلك سؤال الأخير يتعلق بفترة الانتظار العديد من الأشخاص الذين ينتظرون قرار حصولهم على الإقامة أو لم الشمل أو تمديد الإقامة المؤقتة معظمهم ينتظرون وقت طويل فما هو السبب برأيك؟ هل لديكم خطة لتقصير مدة الانتظار؟ نعم نحن نطمح لتقصير المدة على أولئك الذين ينتظرون نعمل على تقصير أوقات معالجة أي قضية لأننا نفهم ونقدر أن الذي ينتظر يصاب بالإحباط بشكل كبير ونحن نأخذ بعين لاعتبار حالة كل من ينتظر لفترة طويلة لذلك نعمل بجهد لتقصير المدة ولكن نتوقع أيضا أن يتفهم ولكن نتوقع لتفهم الناس حالتنا أيضا فما حدث في عام 2015 عندما تدفقت أعداد كبيرة إلى هنا جعلنا ذلك نعمل كل الوقت مع طلبات متعددة ومختلفة وجعلنا أيضا نعمل بطريقة كانت تقصر مدة معالجة أي قضية مقارنة بالأعوام السابقة ويجب التنويه أنه منذ العام 2015 حتى الآن أصبحت أوقات الانتظار أقصر مقارنة بما سبق على الرغم من نقص الموظفين لدينا وهذا يدل على أننا نقوم بعملنا بشكل صحيح فنحن نقصر فترة العملية ويمكننا التحدث أيضا عن أننا نجعل العملية تقنية أي أننا نتعامل مع المعاملات عن طريق الإنترنت وبهذه الطريقة نقوم أيضا بتقصير المدة نحن نريد بالطبع أن نقصر مدة الانتظار وقد تمكننا من تقصيرها مقارنة بغيرها من السنوات ولكن لديكم موارد أقل الآن نعم بالضبط لأن عدد الطالبين لجوء انخفض الآن فنحن بحاجة إلى تكيفي أعمالنا مع هذه الأعداد فنحن نقوم بتقسيم هذه المصادر لكي تعطي نتيجة جيدة وفعالة لدينا العديد من الأسئلة التي تتعلق بقضايا فردية ولكن أتمنى بأن نتعاون معكم في المستقبل لنتمكن من إيصال المعلومات عن قضايا الهجرة والمستجدات الطارئة على سياسة الهجرة للأشخاص المتابعين لنا بالطبع بالطبع ولكن بما يخص السياسة من الأفضل أن تسأل أشخاص مختصين بها بالطبع شكرا جزيلا على استقبالكم لنا هنا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر